قررت الحكومة استثناء أبناء شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير ومصابيها وأبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة أيضا من سداد المصروفات الدراسية على أن تتحمل الدولة التكلفة البالغة أكثر من مليار جنيه لنحو مليونين ومئتي ألف طالب أعلنت وزارة طبامن أنه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ عمرهم ثمانين عاما أو أكثر إلى منازلهم حيث تم الاتفاق مع أحدى شركات التوصيل لتنفيذ هذه الخدمة خلال الفترة المقبلة